أهلا بحضراتكم مرة تانية عمر مباراة الجزائر ان شاء الله بكرة مع المنتخب المصري دايما لما تقول مصر وجزائر بيبقى فيها المباراة لها تقل هل تفتكر هذه المباراة أو المباراة دي برضو الجهاز الفني بيشوفها بعين مختلفة هل بيشوفها بعين أولا لسه طبعا في تصريح من كروش ان مجد أفشا مش جايز مية في المية وبالتالي مش هشارك في المباراة انت بالنسبة لك شايف دي المباراة ازاي بعض الناس بتقول ده الاختبار الحقيقي لكروش ونشوف اللعيبة وانت شايفها ازاي المباراة يعني ازاي ما يكونك كتب علينا احنا والجزائر بنفاش نعم مطشا عادي كده اللي هنروح للعب لازم مباراة تكون مفصلية في كل حاجة مباراة مفصلية لكروش بالنسبة للناس ومباراة بس مش بالنسبة له هو هو لا فعل معاه هو عايز يكسب المطشا علشان يواجه منتخب يطلع تصنيف اللي هو في المركز الأول فما يواجهش المغرب ممكن يواجه الأردن ممكن تكون في المركز الثاني ولكن مباراة الجزائر دايما دايما فيها لازم ان هي تكون حاجة مفصلية يعني مثلا الجزائر كلنا يعني الجزائر ومصر ستة نقطة والجزائر ومصر سجمين ستة هدف والجزائر ومصر لم يدخل شباككم اي هدف والجزائر ومصر والتلاتة يعني واخدين تلات انذارات وتلات انذارات في الفير بلاي اه فهمتوا عادلين في كل حاجة فالمطش ده لو طلعت عادل وحتى في الانذارات هيبقى فيه حتى قرعة يعني مش هينفع حتى التصنيف الاول او التاني هيتخذ بالقرعة اعتقاد الشخصي ان كارلوس كيروش هياخد المباراة على محمل الجد ان هو ما ينفعش يخسر وما ينفعش يكون في المركز الثاني مع بعد الجزائر وهيعتمد على عناصر اساسية بشكل كامل علشان يعدي من منتخب الجزائر لان المباراة دي تحديدا يهتوصله النهائي يهتخليه قابل مشكلة كبيرة جدا في دور التمانية وكارلوس كيروش من نوعية اللي هو ما ينفعش يخسر انا ممكن اجرب في ماتش ممكن ادي اللعيبة خبرات كبيرة بس ما ينفعش يخسر ولازم اقدم احسن اداء عندي شوفنا العقلية الالمانية كابتن او العقلية الاستبغى الالمانية وشخصية كارلوس كيروش حتى في الديئة 80 وهو بيلعب السودان ومتقدم بخمس اهداف مقابل صفر ولكن بيدغط على اللعيبة ان هم يضغطوا علشان يمتلكوا الكورة ويدغطوا علشان يسجلوا ودي العقلية اللي ما ينفعش تخسر ولا ماتش عموما فاعتقد ان كارلوس كيروش هيخش مفيش هي دبعا نتتكلم على العقلية برتغالية عقلية عماتا عقلية الاوروبيين كده وخاصة يمكن الالمان عندهم هذه الثقافة بشكل كبير هم اشتروا بقى الالمان اه اه الالمان متميزين بكده ولكن هو دلوقتي في اعتقاد الشخص جوزيكا كده من خلال النادي الآن انه كان في بعض الاحيان كان زعلان من اللعبة ان هم كسبوا اربعة وخمسة بس لان عندنا فرصة لكن كمان خلينا فريق الاعداد نحضر لنا كمان مشوار او مقارنة ما بين المشوار المنتخب المصر ومنتخب الجزائر في كاس العرب من خلالها كمان نقدر نشوف زي ما انت قلت المواجهات دايما ما بين مصر والجزائر تبقى مباريات قوية جدا ده مشوار الفريقين طبعا يعني متكافئ في كل حاجة يعني صدفة غريبة جدا جدا عدد المباريات والفوز والهزيمة والتعادل والنقاط واللي لي واللي عليه يعني ما بتحصلش كتير ان التساوي في كل حاجة حتى على مستوى الفير بلاي فالاهداف طبعا واضحة جدا ان احنا عايزين نكون على قمة المجموعة ما فيش شك فالمباراة رحل سكة ان شاء الله لو ربنا قرمنا ان شاء الله نكسب يعني هنكون على قمة المجموعة تعادل وكمان خلي بالك هيكون في بعض التعليمات لكرش من الانزارات لان الانزارات كمان هيكون لها وقع في تحديد المراكز يعني لو النتيجة خرجت سفر سفر وكان لقدر الله عندنا اتنين لعيبة خدوا انزارات ممكن بالتالي احنا هنكون في المرتبة التانية يعني هما واخدين طرد بس الطرد ده عشان خدوا على انزارين صحيح وهم محسوب ان هما ثلاث انزارات زي منتخب مصري حتى كابتن التساوي كمان في عدد العناصر اللي حضروا مباريات المنتخب الوطني مع منتخب الجزائر قبل كده يعني منتخب الجزائر ما فيش عناصر فيه حضرت او لعبة المنتخب الوطني المصري غير ما جيد بجرى المندير الفني المنتخب الجزائر المدافع وقدامه واجه الجمعة مندير المنتخب الوطني المدافع يا رفاهم دي صحيح رفاهم جد